اشتركوا في القناة الموافق العاشر من مارس من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبامكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي ولكن يجب التنويه انه لدينا اليوم اخبار مهمة على الدولار الامريكي وهو مؤشر اسعار المستهلكين الذي سوف يصدر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وايضا لدينا خبر مهم جدا على الدولار الكندي وهو خبر الفائدة الصادر على البنك المركزي الكندي في تمام الساعة السادسة مساء وتختتم البيانات بخبر مخزون النفط الامريكي الخام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اذا اخواني العزاء نلاحظ ان مؤشر الدولار الامريكي قد هبط ليعيد اختبار مستوى ال92 والذي تحدثنا عنها سابقا وعن قوة هذه المنطقة حيث انها نقطة تحول الاتجاه وتأكيد للاتجاه الصاعد وحاليا يحاول مؤشر الدولار اعادة اختبار هذا الدعم ويحاول الثبات اعلى وفي حال تمكن مؤشر الدولار الامريكي من استيناف الصعود وتأكيد الثبات اعلى مستويات 92 قد نشاهد الاندفاع نحو مستويات 92.593 والذي بدوره راح يعطي الدولار قوة اضافية امام سلة العملات ويضغط على املك الملاذات الامنة الذهب اذا اخواني العزاء ننتقد الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ اخواني العزاء ان زوج اليورو دولار قد هبط يوم الامس الى مستويات ال 1.18500 وقد بدأ بخلق موجة صحيحية صاعدة وحاليا يحاول استيناف المسار الهابط ومحاولة تكسر مستويات ال 1.18500 وفي حال تمكن من كسرها فسوف تبدأ الاسعار بالانطلاق نحو مستويات ال 1.17000 و 1.17200 خلال التداولات القادمة ولكن شرط حقق هذا السيناريو هو كسر مستويات ال 1.18500 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ ايضا اخواني العزاء ان زوج الباون دولار قد نجح يوم الامس بالتداولات اعلى مستويات ال 1.38000 ويحاول حاليا استيناف الصعود ولكن يتعرض لبعض من الضغوط من خلال المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبالمجمل اذا تمكن زوج الباون دولار من اختراق مستويات ال 1.39000 وسوف يتمكن من تحقيق مكاسب قوية جدا وقد تصل لمستويات ال 1.41000 وبشكل عام ثبات الاسعار اعلى مستويات ال 1.38000 لا تزال تضع الزوج في طور المسار الصعيد اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ ان المجنون لا يزال يتداول بشكل متذبذب حول مستويات ال 1.51 وتحدثنا سابقا اختراق مستويات ال 1.51 والثبات اعلىها يعطي الضوء الاخضر للمجنون للانطلاق نحو مستويات ال 1.52 و 1.54 خلال التداولات القادمة اما فشل الاسعار باختراق مستويات ال 1.51 قد يبدأ بخلق موجة صيحية هابطة قد تصل لمستويات ال 1.49 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ولاحظنا يوم الامس التصحيحات التي حصلت في الزوج ولكن بمجرد ملامسة خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره وعادة اختباره بدأت الاسعار بالهبوط مجددا محاولة استئناف المسار الهابط في ظل وصول الاسعار على مؤشر تذبذب ستوكستيك الى مستويات شبعات شرائية وخلق تقاطعات سلبية قد تدفع الاسعار الى استهداف مستويات 0.76 و 0.75 خلال التداولات القادمة شرط تحقق هذا السيناريو هو استمرار التداولات اسفل متوسط المتحرك واسفل خط الاتجاه الذي تم كسره سابقا اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار ين ونلاحظ ايضا ان زوج الدولار ين قد هبط ودخل في تصحيحات ليعيد اختبار مستويات المية وثمانية وحاليا وبشكل فني بحث في حال تمكن من استمرارية التداولات اعلى مستويات المية وثمانية ونجح بالثبات اعلاها فسوف يمنح زوج الدولار ين قوة ايجابية للاندفاع نحو مستويات المية وتسعة ومية وعشرة فاصلة اربعمية خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات الاسعار اعلى مستويات المية وثمانية اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا التركية ولاحظنا يوم الامس ايضا هو تصحيح الدولار الامريكي بسبب ما تعرض له مؤشر الدولار الامريكي من تصحيحات ولاحظنا ان التصحيحات قد حصلت على كل ازواج الدولار ونلاحظ حاليا ان زوج الدولار كندي الدولار ليرا تركية عفوا لا يزال يتداول اعلى الدعم الرئيسي والمحوري الماثل عند مستويات 7.50 والذي يقترب منها المتوسط المتحرك مما يزيد قوة هذه المنطقة وبشكل فني بحث تبات الاسعار اعلى مستويات 7.50 لا يزال يضع زوج الدولار ليرا تركية في طور الايجابية المفرطة الذي تنتظر اهدافها بالقرب من مستويات 7.79 وقد تصل لمستويات الثمانية خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد لتحقق هذا السيناريو وهو ثبات الاسعار اعلى مستويات 7.50 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ونبارك لكم تحقيق الهدف الاول المثل المستويات 52.000 دولار وحاليا بعد ان حقق الهدف بدأ بالهبوط ليتمترس اعلى مستوى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عام طوالما ان الاسعار تتداول اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واعلى مستويات 42.000 دولار لا تزال البيتكوين في طور المسار الصاعد ولا يزال لديها اهداف تصل مستويات 56.000 دولار و60.000 دولار خلال التداولات القادمة باذن الله تعالى اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل ملك الملاذات الامنة الذهب ونلاحظ اخواني العزاء ومثلما تحدثنا في المقالة الذي اه اه تمت كتابتها يوم الامس وقد نشرتها على موقع الالكتروني وتحدثنا عن ان الذهب سوف يبدأ موجة صحيحية صاعدة تقترب من مستويات 1725 ولكن لا يزال حتى اللحظة الذهب يتعرض لمزيد من الضغوط السلبية وذلك في ظل وصول الاسعار الى مستويات تشبعات شرائية على مؤشر التذبذب ستوكستيك وخلق تقاطعات سلبية ناهيك عن وصول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والتحامه مع مستويات 1725 مما يزيد الضغط على اسعار ملك الملاذات الامنة مكونا منطقة مقاومة ثانية قوية متحركة وبشكل عام الذهب طوال ما هو يتداول ادنى مستويات 1725 لا يزال يعتبر في طور السيناريو السلبي وقد نشاهد هبوطه في اي لحظة ليستهدف مستويات 1680 و1660 ولكن شرط حق هذا السيناريو هو ثبات الاسعار اسفل مستويات 1725 ولن يتخلص ملك الملاذات الامنة الذهب من السلبية الذي يتعرض لها ويقوم بكسر القيود السلبية الا في حال تمكن من اختراق مستويات 1725 والثبات علىها حين سوف يبدأ اعلان محاولة التمرد على السلبية والانطلاق نحن مستويات 1765 وقد يصل لمستويات 1800 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام ونلاحظ ان النفط الخام لا يزال يتداول في ظل الموجة التصيحية الهابطة العميقة الذي دخل بها منذ التداولات السابقة وبشكل عام طوالما ان النفط الخام يتداول اعلى مستويات 62 دولار فاصلة 70 سنت للبرميل الواحد لا يزال يعتبر في طور التصحيح ولا يزال يعتبر في طور المسار الصاعد ونتوقع له ان تتلاشى التصحيحات ويبدأ السعر بالصعود مستهدفا مستويات 66 دولار للبرميل الواحد اما كاسر مستويات 62 دولار فاصلة 70 سنت قد تكلف النفط الخام الكثير وقد تهوي به فعليا الى مستويات 60 دولار للبرميل وما دون المستويات لأسعار 60 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الفضة ونلاحظ ايضا ان الفضة قد تأثرت بتراجع ممشور الدولار الامريكي وحاولت العودة على نقطة البايفت ونقطة المحور الماثلة عند مستويات 26.400 ولكن سرعان ما بدأ المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم بتشكيل بعض من الضغط ليمنع الاسعار من العودة على نقطة المحور ونقطة البايفت ولكن بشكل عام لا تزال الفضة تحاول العودة على مستويات 26.400 وبشكل عام وبشكل فني بحث عودة الاسعار ونجاحها باختراق مستويات 26.400 تعيدها للمسار الصاعد مجددا اما استمرارية الاسعار ادنى متوسط المتحرك وادنى مستويات 26.400 فهي تعيد الفضة الى المسار السلبي الذي يستهدف مستويات الـ 24 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ ان الغاز الطبيعي لا يزال يتجرع المزيد من السلبية ونتوقع باستمرار تداولاته واسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ان يستمر بالهبوط ويبدأ باستهداف مستويات 2.500 و 2.400 خلال التداولات القادمة ما لم يستطع العودة على مستويات الـ 2.800 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الداو جونز الصناعي بعد ان حقق مستويات قوية جدا يوم الامس وتعتبر مستويات تاريخية بالقرب من مستويات 32.140 بدأ بالتراجع والهبوط والتصحيح وحاليا مؤشر الداو جونز ومن منظور فني بحث لا يزال يعتبر صاعد ولا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة والهبوط الذي حدث في الداو جونز هو عبارة عن تصحيحات لا اقل ولا اكثر ولقد قمت بنشر توصية يوم الامس على قناة التليجرام وعلى جروبات الواتساب وعلى خدمة البرودكاست وقد بيعنا مؤشر الداو جونز بتوصية قوية جدا وصفر انعكاس وقد قمنا ببيعه باول ما اعطانا برايس اكشن للهبوط والبعض قد يتساءل في مجرد اصدارنا توصية بيع ان الداو جونز هابط وحب ان انوح ان التوصيات تختلف عن التحليلات بحيث ان التحليل يقوم بناء على تحليل فني وعلى دراسات معينة لحركة الاسعار بينما التوصية قد نستغل بعض من التصحيحات في الدخول في صفقات وليس بمعنى ان نقوم باصدار توصية بيع ان الاتجاه هابط لان توصيات الاسكالبينغ المضاربة قد نقوم بها بالدخول باستراتيجيات معينة واهداف لحظية قصيرة المدى ولا تعتمد على المسار الطويل الايجل اذا اخواني العزاء نعود لفقرة التحليل الفني ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الداو جونز حاليا باستمرارية تداوله اسفل مستويات 32 الف قد يستمر في التصحيحات ليصل بالقرب من مستويات 31 الف واربعمية قبل ان يبدأ باستئناف الصعود مجددا لمحاولة الانطلاق نحو تكوين قمة تاريخية جديدة بالقرب من مستويات 32 الف واربعمية وثنين وثلاثون الف وسبعمية خلال التداولات القادمة وبشكل فني بحث طوالما ان الداو جونز يتداول اعلى مستويات الواحد وثلاثون الف لا يزال يعتبر صاعد وفي طور المسار الصاعد اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر اس بي فايف هندرد ستاندرد اندبورز 500 ونلاحظ ان مؤشر ستاندرد اندبورز قد نجح بالعودة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات اعلى مستويات 3870 تضع الاس بي فايف هندرد في طور النطاق الصاعد الذي قد يستهدف مستويات 3950 وقد يصل لمستويات 4060 خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات الاسعار اعلى مستويات 3800 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس الالماني الصناعي ولاحظنا اخواني العزاء ان الاسعار قد اندفعت فعليا واقتربت من تحقيق هدفنا الرئيسي الماثل عن مستويات 14500 ولكن حتى اللحظة قد وصلت الاسعار الى مستويات تشبعات شرائية قوية جدا على مؤشر تذبذب ستوك ستيك ومن الممكن ان نشاهد بعض من التصيحات وبعض من التحركات العرضية قبل ان يحاول السعر ومن الممكن ان تمتد هذه التصيحات بالقرب من مستويات 14200 قبل ان يحاول السعر استيناف الصعود محاولة اختراق مستويات 14500 للانطلاق ونحن مستويات 15000 كأهداف قادمة خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل ختاما الى تحليل مؤشر النازدك الامريكي ولاحظنا اخواني العزاء الافتتاح الايجابي الصاعد لمؤشر النازدك وذلك بناء على التحسن والنتائج الايجابية لقطاع اسهم التكنولوجيا الامريكية والذي ساهمت بارتفاع مؤشر النازدك وعودته على مستويات 12750 ولكن اخواني العزاء يجب الحذر انه هناك لدينا فجوة سعرية هابطة بالقرب من مستويات 12500 ومن الممكن ان نشهد بعض من التذبذبات لاغلاق هذه الفجوة السعرية ومن الممكن في حال ان الاسعار نجحت بالتماسك اعلى مستويات 12750 ان نشاهد اندفاع قادم للسعر يستهدف من خلاله مستويات 13200 ومائتين و13600 خلال التداولات القادمة باذن الله تعالى وشرط تحقق السيناريو الايجابي واستمرارية المسار الصاعد هو ثبات الاسعار اعلى مستويات 12750 اذا اخواني العزاء الى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لاهم ازواج العملات واهم السلع والمؤشرات اشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي امان الله اشتركوا في القناة